العقل تسامى بالفكر والوعي شعارا للعمر لغد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واستضرين إرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا إرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا يعني أنا بس عكل الجهد عشان ما ضعيها شوانيا فمرة تانية الناس اللي تيجي متأخر أن أبعث السيكي لو ديها أمورها أنا تيج متأخر عشان أكتفي ان احنا بس بنبلغ ان هم ما بيجوا او ما بيجوش والدرجات والكلام ده ان شاء الله تنصلي معك ان شاء الله تنصلي معك تنصلي معك لسه؟ لا لا في ناس جاي متأخر وهي ما تتشفيه حاجة لو كده ممكن تيجي نصلي جماعك وبعمل خد ثابت جماعك لله شكرا اشي شباب طيب نتبكر على عورات وطمئنا بس عام الماليين أو حفظ ربصرين والماليكة المتحددين ونعملك من الشيطان الماليين نبدأ بها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اشي الشي الانسان نبدأ الحركة ديه الحركة ديه من ركت الحركة الانسان نبدأ لنكاتل بيها بالضبط عن ثلاث حاجة اول حاجة الحركة الانسان كمحظرين الانسان ده بيتحرك عن طريق ايه و ايه حاجات دي بتساعد بشكل عام بعد كده هنعرف ان اللي بيحرك الانسان العضلاء ده لشنا نتكلم عليه الجهاز العضلي نتكلمنا عن الهيكال يا بيه فهننكلم عن جهاز ايه العضل هنعرف تركيب الجهاز العضلي بالتفصيل رقم ثلاثة ازاي بقى التركيب ده هنعمل في انقباط بنكي حاجة اسمها آلية الانقباط العضلي الالية هي الطريقة الطريقة دي موضوع يطور شرحه وموجود في حسة النهاردة حسة النهاردة مليانة فمش عايزة تبقى مستعجة للنهاردة استعد بوقتي خمسة ونص سبعة ونص هنخلص شرح يعني ساعتين كاملين بدون اي حاجة هنفصل شواز وننص النص بس مش محتاجك انت تفصل بيه في حاجة مش فاهم ارفع لي ايديك اعمل لي كده عيد من نفسك بس مش عايزة تسرع بص يا جماعة تاني تاني صلاة الله اللي هقوله ده والله ليس غرض ولا الكبرياء ولا التعالي ولا ولا من شامل استان هقولك عشان تبقى حريص انك لازم تسمع الكلام ده دلوقت الموضوع ده من الموضوعات اللي لما كل الناس بتشرحه للأسد الطالب بيحس ان فيه فجوة فبيتوصى الموضوع فبينفضل بيعرف في جاول اه يعني لو سئلة جاية كويسة بيعرف لو فيها لعبة غالبة بتغنب وحتى لما بتعرف تذكره وانت مش فاهمه قوي بيحتاج منك وقت طيل وتععد تحفظ فيه كتير وتنسى بصراحة اللي احنا بنعمله في الدرس ده او في الجزء اللي بشاكر ده ايه انا راجل باشرح لبشري مش خاليف بشري بس احنا ناس بتشرح للناس الكبيرة فمن كتر الشرح المعلومة بقت متسلمة بطريقة مرعيانة انا دلوقتي بشرح لك انت بقى لي اكتر من خمس سنين فعرف ان اللي انت عنيت منه او الاجيال اللي فاتت اللي قادة كان عندها مشكلة ان اللي بيبقى نايصة بقى تفهم الحتة دي فجيت خط اللي احنا بنشرحه للناس الكبيرة ووظفناه ان احنا ندهه لك بطريقة ما نديش التفاصيل الكاملة الكبيرة بتاع طب وفي نفس الوقت ما نديش التفاصيل النقصة بتاع سنوى فبنخرج بدرس بيبقى تفاصيله كاملة تبقى فاهم ومقتنع بكل كلمة فيه ومتخيلها ده اللي احنا هنعمله في حصة النهاردة هنجمع ما بين دروس في تانية سنوى وتالتة سنوى فمحتاجة تكون مركز لان ساعاتك بلاء بصد يعني في البلاء لك دم سنة تانية فاحنا محتاجين الكلام لا تستكروا مهم للغاية وكلام امتحانين ولا يخلو منه امتحان مقدمة النهاردة كان السؤال امتحان اربعة وعشرين فهل السؤال ممكن يجي سهل او صعب انت وحظك بس احنا لو مذاكرين كل الدنيا بالنسبة لنا السباب بإذن الله احنا طلبنا ما ببقاش صعب عليهم الا الاسئلة الغريبة والغريبة اللي فيها صياغة خطأ زي ما موجود او فيها احتمالية اكتر من اجابة وللأسف ده الجزء اللي بيغلطهم وده بيبقى خارج على رودتنا لان كل المدارسين نصبوا عرفين ان ده غلط ولكن احنا عارفين ان النظام السراعية العامة في مصر اصبح عامل ازايك انما غير كده ان شاء الله انت بتقدر تحل كويس مدام مرتزم بتركز معي بتراح تحل وجبك كويس والله الاحياء تبقى افضل مادة بالنسبانك وانا قلت لك حاط الدماغك في اي كلية طبية ركز احياء كويس جدا طبعا هتركز كيميا وفيزيا وعرج كل اللي اللي حاجات بتاعتك عشان تجي الدرجات درجة احياء بتسوي درجة في اي مادة تاني ما تشيرش مادة عشان مادة بس خلي مش اقول لك اولوياتك خليك حريص انك تبقى فاهم احياء مش بس تجيب درجة في الاحياء انا دايما بقول لأي طالب عندي حتى انا انا طريقة المذاكرة بتختلف حسب التوقيت وهدف المذاكرة حسب التوقيت لو انا بذاكر طول السنة وامتحاني في اخر السنة فمش هدفي دلوقتي الدرجة يعني دراستي دلوقتي مش هدفها الدرجة هدفها ان انا تعلم المعلومة صح طب وانت بقى بذاكر مذاكرة امتحان لان الموضوع بيختلف لما بتقرؤ من الامتحانات مذاكرتك اسمها مذاكرة امتحان مش فارق معايا استمتع بالمعلومة مش فارق معايا افها من معلومة كويسة لا المهم ان انا بصناجة ان انا اجيب بيها الدرجة اي ان كانة بس بحالات من غير غش انما دلوقتي اسعى في اي مادة انك تحاول توصل تتأمل في الحاجة اللي قدما تتعلمها فلما بتتأمل فيها خصوصا مادة زيت عدنا انت تفهم الحكم ومواعد ربنا صحانه وتعالى في الانسان جسم الانسان دي ربنا عمل كل حاجة في ازاي فدي اجمل حاجة ممكن تتخيلها تبقى تلاقي نفسك بقى مش عارف تطبط في حاجة فلانية ولا انت ده اللي احنا نحس احنا ده كثرة انا بس بقى عارف ايه اللي تعبني من جوه وشكله ايه من جوه متخيل ايه اللي حصل جوه ليه عشان احنا متعلمون ده كلنا نتعلم عشان نفهم جسمنا مش عشان خطر درجة وبس فده اللي انا طبينه منكم ده الطالب اللي بيتعلم يتعلم مش طالب بيجيه درجة ويخلع. ده مهم على فكرة متخلوش يفودك. ودي الحتة اللي لو انت وصلت لها المذاكرة مش هتبقى مملة هتبقى ممتعة جدا بالنسبة لك. انما طول ما احنا بتذاكل تحت استرس درجة استرس انتحانات استرس مش عارف ايه? اعتقد انا مهزقتش حتى حتى الان. ولكن يعني احنا مش عايزين ندوسوا عالناس ان احنا نكررها في المادة. انا كل اللي بيعملوا نظام انتحانات والكلام ده عشان خاطر تقدر المادة في ايدك لان ده سيستم لازم تطبع حتى تلتزم. بس جنب ده احنا ما بنزعلش من الناس اللي يجي درجاته وحش همش فهمه. بس هي انا شتى هتفهم. ما بتسعى انا هتفهم. ما تلاني معك ده. بس نتوكل على الله الحركة في الانسان. بس ارد. اي انسان في الدنيا عشان يتحرك بيحتاج تعاون ما بين تلات اجهزة. ايه بقى تلات اجهزة? قال لك اول حاجة الجهاز العصبي. ثم العضلي. ثم الهيكلي. التلاتة بيتعاملوا ما ينفعش الحركة تحصل بدون واحد فيها. يعني. دلوقتي اللي قدر راجلنا بيشن او مريد. عنده شلق. اللي عنده شلق غالبا عنده ضرر في الاعصاب يعني الجهاز العصبي. هل يقدر يحرك الجزء المشلول? لا. يبقى كده الجهاز العصبي الاواز مش هيتحرك. مسلا لو جينا اطعنا لك ايديك. بلاش ايديك. شلنا عظمة من الايد وخلينا العضلات لوحدها. هي العضلات بي هتلاقي مكان تمسك فيه? لا. فبرضو من غير الجهاز الايكالي من غير الاوربطة من غير الاوطان من غير العظام. ده حتى مش هتعرف تتحرك. طب لو خلينا الجهاز الايكالي كهيك العظمي وخلينا الجهاز العصبي كاعصاب وشلنا العضلات. ايه الحاجة اللي هتشد العظام وتحركها? مفيش. عشان كده الحركة المهمة بالتلات اجهزة على سواء. ولكن مش معنا بقول كده ان هم مهمين كلهم بنفس الدرجة. هم تكاملهم مهم وضروري. ولكن في اجهزة اهم من اجهزة زي ما هتشوف. مين بقى الثلاث اجهزة? عصبي عضري وهيكالي. ايه وظيفة كل جهاز? دكتورة. اي حركة احنا بعملها في حياتنا? عبارة عن انقباض. عضل تتحرك. واي عضل عشان تتحرك محتاجة تتكهرب. وعشان تتكهرب بيجي لها حاجة بنسميها خناف تانية سنوي اسمها سيال عصبي. والسيال العصبي هو هو بنسميه كهربة او بنسميه نبضة كهربية. مين بقى ممتع النبضة الكهربية ده يومنا? قال لي اول حاجة الجهاز العصبي. مالوا بقى الجهاز العصبي يا دكتورة? ايه بقى الظاهرة افتاعتنا للمفضاء هنا? اهو يلا. الجهاز العصبي فيديته بيجي اوامر للعضلات والاوامر دي هي السيالات العصبية. فبتكون النتيجة بيقدي ده ايه? ان العضلات بتستجيب عضي انها بتعمل انقباض مبساط فبتحرك. شكرا يا عصبي. العصبي ايه ده يودى النبضات? قال لك لمين? للعضلات. تعال يا عضل. بتعمل ايه? قال لك والله باستقبل النبضات الكهربية واستجيب ليها لان اتحرك. اهو. قال لك بتتميز العضلات بقدرتها على مين? على انقباض والانبساط. فلو انقبضت المبسط ده بيؤدي لحدوث? حركة. شكرا يا عضلي. تلاتة هيكلي. باشا. انا كهيكلي لو مش موجود عظامي. العضلات هيكلية. اسمها اسمها عضلات ايه? هيكلية. لازق عليه. على هيكل العظمي. اذا انا مش موجودة تلزق فين? مش هزرر مش هتبقى موجودة. فيقولها بيشكل مكان اتصال مناسب بالعضلات. يعني العضلات دايما ان شاء الله انتم اللي فش تطوى لصيدالة الاسنان بيدرس قناتهم يا تشريح. تشريح الجسم ده جزء من اللام هقوله ده بيدرسه الناس اللي هم بتوع تربية راضية اللي بيخش بقى بسؤولين عن الجن ملازمي بعرف تشريح كل عضلة عشان ما تحرك الحركة الجولانية انت بجين تبعارك من دي الحركة اللي بتتسببت من التبنيه مش العكس. اي عضلة في الدنيا لها حاجة اسمها بداية ونهاية. فبداية ونهاية اي عضلة لازمي بعظمة. من العضلات الاهيكلية. هو يفكر مكان مناسب للعضلات. اتنين حلوة اوه في المتعة في الفهم. يلقى الدعامة للعطراف المتحركة. يعني انا اي طرف متحرك في طرف زي الجزء بك لما اول لاي حد هنا. ده طرف متحرك. هو الطرف ده لو جيت خلاعة الكتف وسيبت الاهيال واحدة تتحرك. اي داية عارفة تتحرك عشان سند على حد صح والله. يعني الكتف يثبت الجزء ده. واي داية دي اللي بتتحرك. فسندة صح والله. طب انا ينفع اكتب. انا لما باجي اكتب عندي بص. بثبت العضلات الكبيرة واتب العضلات الصغيرة. طب ينفع. وانا باجي احرك اي داية كده كلها. مش هكون موزونة. لازم يبقى فيها عضلات كبيرة تسند العضلات الصغيرة. العضلات الصغيرة اطرافك المتحركة. والعضلات الكبيرة جزع الانسان اللي هو مركز الجسم. اللي هو عبارة عن الجهاز الهيكلي. فده برضي اعتبر دعامة للاطراف المتحركة. واخيرا كان من ضمن تركيب الجهاز الهيكلي المفاصل. مفاصل فقط كان بتتيح للانسان ان يحرك اجزاء مختلفة من الجسم صح والله. احرك رابتي. احرك ضهري. احرك ريجلي. احرك والله صوابعي. كل عقلة الوحدها. كل دي عن طريح وجود حاجة اسمها المفاصل ضمن الجهاز الهيكلي. شكرا لتلت اجهزة. قال لي عضلات الجسم اللي احنا نتكلم عليها اللي هو الجهاز العضل. ايه انواعها? قال لي والله ممكن نصنفها نوعين من التصنيفات. يا اما على حسب النشاط يا اما على حسب النشاط اللي هي ارادية اللي هي ارادية. يا اما على حسب هي مخططة ولا لا. طب على حسب النشاط. يا اما ساعدتك بتعمل الحركة بنفسك. بنسمي العضلات دي عضلات ارادية. يا اما بتحصل لوحدها فنا نسميها عضلات ارادية. طيب, انا قبل ما اصننا في التصنيف ده. انا عندي كم نوع من العضلاتات تاتة ومنهم شاغا. اول حلح عضلات اللي لزها في الهيكل. نسميها عضلات مasa? هيفين. دي ارادية النوع التاني عضلة القلب ودي في القلب بس. ونسميها عضلة قلبية النوع الثالث والاخير بنسميها عضلات ملفاء. عضلات ايه? انعدي التلاتة دول. اصنفهم مرة على حسب التصنيف ده. ومرة على حسب التصنيف ده. معايا. لو صنفناها على حسب ارادية. قال لك الارادية. مين هي الهيكلية? يبقى العضلات الهيكلية مالها? يعني الانسان بيستطيع انه يقدر يتحقق فيها. طيب قال لي ودي معظم عضلات الجسم. دايما خدنا يمسكيه وبتيجي. يقول لك مين معظم مفاصل الجسم? مفاصل ايه? دولارية احسن. طب مين معظم عضلات الجسم? انواعها من العضلات الحية. حلوة جدا. اتنين. مين العضلات اللي لا ارادية? قال لك الانسان لا يستطيع ان يتحكم فيها. طب مين اللي ما بقدرش? قلب يشغل لوحد. يبقى عضلات مخططة زي القلب. خليها عضلة القلب. والتاني عضلات ملساب. ودي برضو لا ارادية. صعبة? يعني احنا لو عندنا عضلات لا ارادية كتير منهم القلب. وده اللي لا ارادية كله هيكون العضلات. كده على حسب النشاط. طب لو بينا على حسب لها مخططة ولا لا اسأل سوادي. دكترة هو العضلات اللي هيكلية بتشوفها في حياتنا غير الجم والكلام ده في اللحم اللي بنكل. احنا لابدنا لك اللحمة سيبك بالفراخ. اللحمة اللحمة لما بنشتريها. بنات لو ربطوها في الرجالة وبتشوف اللحمة هي بتطيطها. هل اللحمة دي نحمة ولا خشنة شوية وفيها خطوط كده اسام خططة. فيها شوية خشولة ومخططة. عشان كده بنصنفها التصنيف التاني انها نوع من العضلات المخططة. يعني مخططة? يعني خشنة شوية ومش نعمة قوي. طيب مين بقى انواع العضلات المخططة واحدة اللي كده? طب واتنين قال لك عضلة القلب هي كمان بتبقى مخططة. صعبة? بس في فرق ما بينهم في التخطط انقولوا ليه كده. الحاجة التانية العضلات التانية سيبكي. ملساء ودي غير. يا دكتر يقول لك عالي العضلات ملساء لماذا تسمع هذا لس? لس ما بقى ملساء باش عشان مش مخططة. ما الخطوط اللي فيها هي لما ما مشي ايدي عليها بحس بالخشونة. طب تبقى مخططة مش ملساء. طب لما الخطوط دي بتبقاش موجودة. تمشي ايدا كده اقول لك ايه نعمة قوية وقول لا احنا رهيبة جدا. نحن ملساء عشان كسب منها عضلات الملساء. خلصة. الملساء زي ايه هنوم دلوقتي حاليا. إذا احنا كده نقدر نقول ان عضلة الالف عمنا بسألها. مثلا انه قالولي يا ملتشت الالو. ليه? يا ملتشت. يجي معه دي شوية ودي شوية. يعني يعني انت مثلا تتفق مع الهيكلية شوية. مع الملساء شوية اهو. زي الطيشة. هو يتفق مع الهيكلية ان هو مخطط. ويتفق مع الملساء ان هو عبد الرحمن لا ارادة. يعني ما ماله لا ارادة. صعب الكلام يا رؤى في هاي مشكلة. طب اكترى انا عايز امثلة عضلات هيكلية يا حبيبي كل جسمك المبرى عضلات هيكلية. طب عايز امثلة عضلة قلب. حبيبي ايه عضلة القلب اللي في القلب. طب انا عايز امثلة لعضلات ملساء. اكتب عمي. العضلات الملساء ليها امثلة كتير. واحدة. تسمع مني? القناة المطميلة. انا بقول لي اكتب مش يتكلم. القناة المطميلة عندك بقى الجزء بتاعت بالعمل. الجزء بتاع الجزء ان المعدة الامعاء القولون. المستقيم اللي بينزن منه القناة الشراجية. كل دي امعاء القولون اللي هو الامعاء الغريق. كل دي عبارة عن عضلات ايه? ملساء. معايز? العضلات الملساء اكتب عنه بلد كنا اللي هو الهدي. مينها بسلة العضلات الملساء? يعني هو المكان اللي هو الامعاء. الوقت اطلع عضلات دي اصف عضلات. الناس بتكتب هناك. احنا برون نكتب مش نتكلم. ليه بقى اتبقى المساكلة الميلة? مكتب هناك. اول حاجة موجود لها لعضلات الملساء. مين? قال لي القناة الرائعة. مين تاني يوسف? قال لي رقم اثنين قدران او جدار الاوعية التمويلة. جميع. اوعية دمية الشبابة عاملة كده. معايز دمية وهو. وفيه من جوه عضلات ملساءة بالمنظر ده. وانا برضو نفس الكلام. اهو. تمام? تلاتة. موجود في جدار المسانة القولية. جدار المسانة الجورية. دي امثلة وليس حصل. انا مقولكش عضلاتهم كلهم. جدار المسانة كلهم. طبقه انتدار عبارة عضلات. غير البطوعة يا. البطوعة دي نسيك تاني. طبقه دايما العضلات اللي هي. طيب. دي اشهر العضلات الملساء. ممكن بعض انواع الغضلات. طيب. تعالي داخلها بقى. نشوف اسئلة. تمام? للجوز ده. حال. يقول لك اللي عزيزي الله. الشكل ده مهم جدا تدفعو. ازاي اقدر من الشكل بتاعي اقول ان دي عضلات هيكلية او قضية او ملساء. الهيكلية دايما متوازية. وابتدأ عبارة عن خلايا سطوانية. يعني سطوانية. يعني دي عبارة عن داية كده سطوانية بالمنزر ده. ومتوازية مع دي. ومتوازية مع دي. ومتوازية طولية. وابتدأ اسطوانية في الشكل. حاجة بتانية ونميز فيها ان الخلية الوحدة لو انا لا سنتهن. وانت تعرف خلية خلية بها كم نواة? نواة ولا خلية لها? احنا. الا الخلية العضلية ومتعددة الانوية بتاع العضلات الهيكلية. نلاقي نواة هنا. والنواة هنا. والنواة هنا. اذا هم اربع? لأ. خد خمسة? لأ. كب كتير ما ارخش. ما ارخش وصوم ارخش. فنسميها المتعددة الانوية داني نوع. الهيكلية متعددة الانوية ده بسا سواء. انت دايما متعود انها ما كانها في النص. لا هنا الوافات اللي جواه والخيوط اللي جواه زائد الانوية نائة الاطراف. تبقى موجودة تحت الغشاء على طول. يعني ترفع الغشاء الخلية تلاقي النواة تحته على طول. صعبت? طيب. ده كده بالنسبة لها المتوازية متعددة الانوية. ده شكل العضلة ككون? ده شكل الخلية الصغيرة. القلف. العضلية بتاعته بتبقى متفرعة. اهو. ناقي قلبك بيحب كتير. صح كده? طيب. ده جاء بالنسبة للقلف. الياف متفرعة. طيب العضلات المرساء. بتبقى شكلها مغزالي. كل خلية الوحدة هكده مفصل. مغزالي يعني عاملة زي رسمة العين. مسحوبة الطرفين. ده شكل المغزالي بتاع العضلات المرساء. عزنا الاشكال. تعال بقى نبدأ ندرس مين من العضلات? قال لي الجهاز العضلي قليل.